الفتوحات خلال فترة قصيرة حكموا رقعة ممتدة من الصين شرقا إلى قلب أوروبا إلى مصر هذه الفتوحات لا مثيل لها في التاريخ بس أكو واحد عاقل يعتبر هذه الفتوحات المغولية إنجازا أو يعتبرها إجراما هذه الفتوحات التي كانت خلاف الموازين الشرعية والعقلية وكانت بالقاتل والنهب وسلب حقوق الناس هذه لا قيمة لها بنوا أمي فتحوا البلدان ليتأمروا على الناس كما قال معاوية ما قتلتكم ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا إنكم لتفعلون ذلك يعني الذين حاربهم معاوية كانوا يصلون يصومون يزكون يحجون وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم أنا ياردصير الأمير الرئاسة وشهوة الرئاسة أقوى الشهوات في الإنسان إذا فتح بلدا لم يفتحه لآجل حكم الله سبحانه وتعالى ولا لتطبيق أحكام الله عز وجل والله هو غاصب للحقوق زين هو في المكان اللي هو بلد الإسلام غاصب للحقوق هل سيريد يفتح بلاد الكفر حتى يطبق فيها الإسلام فلا قيمة لفتوحاتهم واحد يقول أنه أدخلوا الناس في الإسلام كلا من الأشياء التي كان في العهد الأموي أو العهد العباسي طبعا هو بالأساس حكم إسلامي أنه أنت ما تجبر اليهود والنصارى على قبول الإسلام إذا بقى على كفرة خليه يبقى على كفرة مو مشكلة وإنما عليه أن يدفع الجزية البلاد التي فتحت في عهد بني أمية في عهد بني العباس في العهود التي سبقتها ما أجبروا أحد على الإسلام لم يجبروا أحدا على دخول الإسلام ادفع الجزية وابقى على دينك اللي يقولون الإنساء الإسلام انتشر بالسيف هذا كلام خطأ لا أحد أجبر على قبول الإسلام والدليل على ذلك الأقليات اليهودية والنصرانية والمجوسية الموجودة في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا من اليوم الأول ما كانوا يجبروهم على الإسلام ادفع الضريبة المسلم يدفع الضريبة الزكاة مثلا أنت ادفع الضريبة الجزية والدولة تحاميك زين هؤلاء فتحوا بلاد فارس بلاد الروم بلاد مصر ما أجبروا أحدا على دخول الإسلام ولا بلغوا للإسلام لأنه مو مهم بالنسبة لهم كان دخول الناس في الإسلام المهم عدهم كان وسعت سلطتهم والأموال التي يجبونها من تلك المناطق لذلك عامة الناس في هذه البلاد التي فتحت بقوا على كفرهم في زمان بني أمية وفي زمان بني العباس بالتدريج خلال قرون وخاصة في القرن الثالث بسبب المسلمين هؤلاء الكفار بدأوا في الدخول في الإسلام مو بسبب الحكومات يعني عندما كانوا يرون المسلمين في حسن معاملتهم مع الصديق ومع العدو المسلمين الناس يعني الناس العادين مو الحكام الحكام كانوا يظلمون هؤلاء المسلمون قسم من تعاليم الإسلام يطبقوها بشكل صحيح هذا المقدار سبب انجذاب الكفار إلى الإسلام فدخلوا في الإسلام يطوعا بالتدريج خلال قرون من الزمان زين تشوف عندهم فتوحات ما الهقيمة اللي مستوى الفكري المستوى المعرفي قليل يتصورها إنجازات كبيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة